فزي ما انت شايف كده بحسبة بسيطة تقدر تكسب مثلا في اليوم بالطريقة اللي احنا عملناها دي اكتر من اتنين وعشرين دولار يوميا. كلها بادوات بسيطة جدا وادوات مجانية مية في المنزل. السلام عليكم وحمد الله وبركاته. ازايك يا شوهر. عاملين ايه فيديو جديد من قناتكم دكتور ايرنجت. معكم عبدالله سايب درس جديد من دروس الرابح من الانترنت. النهاردة شرح للمبتدئين يعني الناس اللي ما عندهش رسمال وعايزت تشتغل على الانترنت وتكسب من الانترنت فاشرح لك النهاردة طريقة من افضل الطرق اللي ممكن تكسب بها ارباح كبيرة جدا 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 في مجال الربح من الانترنت بالنسبة للمبتدئين. بس كل اللي عليك تعمله انك تتابع معايا الفيديو للاخر وتركز في كل حاجة انا بعملها. وطبعا عايزك تحط لايك على الفيديو ده عشان نوصل الفيديو ده لخمسمية لايك في اول اربعة وعشرين ساعة وانا عارف ان انكم تقدروا تعاملوها. قبل ان نخش في الشرح العمل بتاعنا حبيبة فكرك بالجيباوي اللي احنا عاملينه خمسين دولار لو عايز تكسب الخمسين دولار دي كل عليك تعمله انك تحط لايك على الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل وتقول تحت في الكومنتات انك عايز تشترك في وهبدأ ان انا اختار شخص واحد بشكل عشوائي بين الكومنتات وهبدأ ان انا ادي له خمسين دولار على البير بتاعته. والجيباوي ده بنعمله كل شهر. وكفي كلام لحد كده يلا بينا على طول نخش في الشرح العامل. زي من شايفينه قدام كده شعب دي قناتكم دكتور ارنكت. ما تستطيعش طبعا تشارك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد احنا بنزل. الشغل اللي احنا نشتغله النهاردة انا هشرحولك على موقع لكن انت تقدر تشتغل عليه على اي موقع او اي موقع عفاليك كمان وتقدر انك تبتكر شوية وتقدر انك تستخدم طريقة التسويق دي في حاجات كتيرة جدا 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 وتقدر تكسب منها ارباح اكتر من اللي انا هدهولك ده. ولكن انا ما ينفعش اشرح لك كل الحاجات دي لان لو انا شرحت كل حاجة هتلاقي كل الناس دخلت وعملت نفس الحاجات فما حدش هيكسب اي حاجة. انت فكر شوية وبتاكر شوية واستخدم الطريقة اللي انا هدهالك دي في كزا حاجة وسوق بها آآ لكزا منتج من منتجاتك وتقدر تكسب بها ارباح كبيرة جدا ان شاء الله. وانا متأكد انك هتشكرني على الطريقة دي. خلاني نخش على الموقع بتاعنا ونشرح الطريقة بتاعتنا. اول حاجة هنخش على الموقع اللي احنا هنسوق آآ ليه. آآ هنبدأ ان احنا ناخد عروض السي بي اي من الموقع ده. الموقع ده من افضل مواقع السي بي اي اللي انت ممكن تشتغل بها هسيب لك برضو اللينك بتاعه في الدسكريبشن تحت الفيديو. طيب بعد ما تخش على الموقع هتبدأ انك تيجي هنا عند خانة وبعد كده تدوس على طبعا طريقة تسجيل سهلة جدا مش محتاجة ان انا اشرحها لاننا شرحناها كمان في فيديوهات آآ سابقة كتير فمش محتاجين ان احنا نشرحها آآ كذا مرة آآ بعد ما تخش على هتلاقيه فتح لك افرات كتيرة جدا 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 زي من شايفين وارباحها محترمة يعني مسلا عندك اوفر زي ده بيديك تسعتاشر دولار لاي حد آآ يخش على اوفر ده ويخلطه آآ اوفر زي ده ستاشر دولار اوفر زي ده اتناشر آآ ستاشر آآ يعني عندك اوفرات بتديك ارباح محترمة جدا 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 واحنا نشتغل النهاردة على اوفر سهل جدا واي حد يقدر يعمله فبالتالي هتلاقي ارباح اكتر بتجيلك طيب بعد كده هتيجي هنا عند كلمة اللي هي الكي وورد هت تبدأ انك تبحث عن كلمة آآ آآ اي كلمة طبعا اي مجال انت ممكن تسوق له ولكن انا عن نفسي آآ شفت كلمة بلاي ستيشن او آآ كلمة بلاي ستيشن لقيتها عليها عروض كويسة فهبدأ ان انا اضغط على زي ما انت شايفين طلع لي يعني عرضين اقدر ان انا اسوق لهم العرض الاول بيديني اتنين دولار لكل شخص يخلص ده ومن استراليا فقط آآ العرض التاني من آآ وبيديني آآ آآ واحد بوينت ستين دولار على الشخص الواحد فقط طيب في حاجة تانية اسمها الاي بي سي الاي بي سي دي هي لكل شخص يضغط بس على بتاعك انت هتاخد المبلغ ده يعني ايا كان خلص ولا مخلصوش انت هتاخد حداشر سنت لكل شخص يضغط على اللينك بتاعك فقط طبعا لازم يكون من استراليا وطبعا لو شخص تاني دخل من آآ مكان تاني غير استراليا هي هيلاقي عرض تاني وهيخلص العرض ده وانت برضو هتاخد عمولك عشان تخش على العرض بتاعك هتبدأ انك تضغط على اسم العرض كده هتلاقي يدخلك على طول على بيانات العرضة بتاعك. هم هنا عاملين لبليستيشن آآ بليستيشن فايف. فهيبدأوا انهم يشوفوا الناس اللي في استراليا والناس اللي تشترك وتخلص المهام اللي عليها هتلاقي آآ هيعملوا صحب ليه آآ هيعملوا صحب على بليستيشن فايف وهيوزعوه للناس اللي كسبت. طبعا من نسبة الناس انها هتكسب قليلة جدا ولكن بعض الشركات آآ اللي هي مسلا شركة كبيرة زي بتنشر حاجات حقيقية. يعني آآ حتى لو شخص واحد بس اللي هيكسب انت برضو بتعمل اللي عليك وما كدبتش على حد في حاجة. وطبعا انت هتقدر تسوق بحاجة تانية غير السي باي زي ما قلت. طيب عشان تاخد اللينك بتاعك هتبدأ انك تضغط على هتلاقيه فتح لك اللينك بتاعك بالمنظر ده هتبدأ انك تاخده كوبي عشان تبدأ تسوق ليه. طيب هتسوق اللينك بتاعك ده ازاي? اول حاجة هتحتاج تعملها هي انك تروح على جوجل. لما تروح على جوجل هتكتب بليستيشن يعني ناس بتعمل آآ صحبات على بليستيشن او ناس بتعمل اعلانات على بليستيشن. فآآ انت هتبحس عن المجال بتاعك وهتكتب جمبه كلمة تمام? هو نفس الطريقة. فبعد كده هتبدأ انك تشوف بعض المواقع الكويس هاللي هتبدأ تخش عليها. انا مسلا شفت الموقع ده. طبعا فتحته وشفته لقيته موقع كويس. عامل بليستيشن لو جيت شفت الزيارات بتاعة الموقع ده هلاقي ان بيجيله اتنين وتلاتين آآ اتنين وتلاتين مليون زيارة شهرية. يعني موقع كبير جدا والترافك اللي عليه محترم جدا. طبعا لو جينا نشوف الترافك جاي من ين? هتلاقي برضو ترافك جاي من استراليا تلاتة في المية جايين من استراليا. فده جميل جدا جدا جدا. طيب هنبدأ ان احنا نستغل الموضوع ده ازاي? هتبدأ انك تروح للأداء والتريك اللي انا هدى لك وهي الموقع ده موقع محترم جدا وهوريك ازاي يقدر ان هو يسوق لك للمنتج بتاعك وتقدر تكسب منه ارباح كبيرة. هتبدأ انك تضغط على عشان تبدأ تعمل حساب. بعد كده انا هقول له فيسبوك انا عامل حساب فيسبوك بسجل به في الحاجات دي هبدأ ان انا هقول له عشان يدخلني على الحساب بتاعي على طول. اول ما تفتح الحساب بتاعك بتلاقيه بيقول لك سبع تيام يعني انت هتقدر تستخدم الموقع ده لمدة سبع تيام بشكل مجاني. بعد ما تخلص الموقع ده هسيب لك موقع تاني في هتروح برضو وتشتغل عليه بنفس الطريقة ولكن الموقع ده افضل واستخدم السبع تيام دول واستغلوهم اكبر استغلال ممكن لان الموقع ده جميل جدا جدا جدا. وطبعا ممكن بعد ما تخلص السبع تيام تروح فاتح بايميل جديد او فاتح بحساب جديد ويعيد لك السبع تيام مرة تانية. طيب بعد ما تفتح الموقع بتاعك هيزهر معاك بالشكل قدامك ده. عايزك تيجي هنا تضغط على بعد كده هتقول له طبعا هتقول طبعا بعد كده هتقول له آآ طبعا بتختار اللينك بتاعك احنا هنسيب اللينك زي ما هو. بعد كده عندك هنا بتختار كلمة وعايزك تيجي على تمام? بعد كده بيقول لك عايز عايز تظهر بتاعتك دي او عايز تظهر الصورة دي آآ بعد كام سانية من فتح اللينك بتاعك. هقول له آآ ثلاث ثواني. ما تخليهش اقل من ثلاث ثواني ولا تخليها اكتر من خمس ثواني. فاحنا ممكن نخليها ثلاث ثواني او اربع ثواني. بعد كده بيقول لك هنا ارفع الصورة بتاعتك. انت طبعا ممكن تكون مش فاهم ايه اللي بيحصل ده ولكن انا هشرح لك كل حاجة بالتفصيل دلوقتي. تمام? هتجيب صورة لها علاقة بالحاجة اللي انت بتسوأ. لا انا طبعا في حالتي بلاي ستيشن فايف فهبدأ ان انا اللي هاخد الفيديو ده مسلا. هفق ان انا افتحه وبعد كده هدوس على آآ زي ما شايفين انا نزلت الصورة دي او نزلت الفيديو ده عندي على الجهاز. بعد كده هروح على bunny بتاعنا او الأداب بتاعتنا. وبعد كده هقول له للصورة. وبعد كده اختار الصورة بتاعتي طبعا من على ديسك توب. زي ما نشايفين احنا رفعنا الفيديو بتاعنا زي ما نشايفين الفيديو بصيغة يعني آآ صورة متحركة زي ما انت شايفين هيظهر للشخص بالمنظر اللي قدامك ده. طبعا تقدر تشغله آآ صوت معين يعني مسلا تشغله صوت كأنه منابه او تشغله صوت كأنه حد بيخبط ولكن آآ مش مهمة اوي ممكن نخليها زي ما هي. بعد كده عندك هنا الحاجة اللي هتكتبها على الزر اللي هيضغط عليه الشخص. فطبعا هتبدأ انك تكتب له زي ما انت شايفين انا كتبت له هنا اضغط هنا عشان تدخل في الجيباوي على السحب على هيبدأ ان هو يضغط هنا هيبدأ ان هو يروح على اللينك ده هيكون لينك بتاعنا هو ده مكان هتبدأ انك تمسح المكان ده وتروح تاخد اللينك بتاعك اللي انت جبته من موقع هتاخده وبعد كده تدوس على اوكي وبعد كده تروح على الادة بتاعتنا مرة تانية وتحط اللينك بتاعك في المكان ده. طبعا ممكن تختصر لينك ده بيتلي عشان تعرف كم واحد ضغط عليه وكده ولكن انا اختصارا للوقت حطيت اللينك على طول انت طبعا روح اختصره في بيت لي يكون افضل. بعد كده ممكن تغير الصورة اللي قدامك دي تحط لوجو خاص بك انت ولكن انا اختصر برضو الوقت حاجة مش مهمة اوي فمش هعملها اقول له بعد كده هيبدأ ان هو يسيف لي اللي انا عملته ده. بعد كده هنا هيقول لي حط اللينك اللي انت عايز تسوق له وهتحط في الاعلان بتاعك. هنا هنروح نجيب لينك الصفحة بتاعتنا اللي احنا قلنا بيجي عليها زيارات اكتر من اتنين مليون زيارة شهرية. هبدأ ان انا اخد اللينك بتاعها كده. وبعد كده احطه في المكان ده. وبعد كده هنا اختار يعني اختار الاعلان اللي احنا عملناه اللي اسمه. هبدأ ان انا اضغط عليه واقول له. هيبدأ ان هو يحمل شوية ويديني لينك بالمنظر اللي اتو شايفينه قدامكو ده. هبدأ ان انا اخد اللينك ده وخليها نشوف هل فعلا الاعلان بتاعنا هيظهر ولا لا. طيب يا شباب احيانا ان يحصل معك مشكلة بعض المواقع بيبقى عاملين معين في الكود بتاعهم. فما بيشتغلش عليه الاستراتيجية دي. فاللي عليك تعمله انك تلاقي موقع كويس تشتغل عليه الاستراتيجية دي. افضل تجرب لحد ما تلاقي الموضوع اشتغل. انا مسلا لقيت موقع زي ده. الموقع ده برضو بيجي عليه زيارات كترة جدا جدا جدا. زي ما انت شايفين بيجي عليه تلاتة واربعين مليون زيارة شهرية. وبرضو في استراليا وبرضو في كندا وفي الدول الكبيرة دي. فهبدأ ان انا استخدم الموقع ده. كل عليك تعمله انك تاخد لينك الموقع وتبدأ انك تحطه في الاداب بتاعتنا بالمنظر اللي قدامك ده وبعد كده تقول له هيبدأ على طول يكريت لك اللينك بتاعك هتدوس على كوبي وتروح على وتحط اللينك بتاعك وتبدأ تضغط على هنشوف دلوقتي الاعلام بتاعنا هيظهر ولا لا? هتلاقي الاعلام بتاعك ظهر بالمنظر اللي قدامك ده. اي شخص هيشوف الاعلان ده هيبدأ ان هو يضغط على اللينك هتلاقي على طول حوله علشان يروح على العرض بتاعه بس طبعا احنا بما اننا مش موجودين في آآ استراليا فبالتالي هيجي لنا عرض مختلف وبرضو اي حد هينفز العرض آآ المختلف ده هينزلك برضو ربح على موقع سي بي اي بل. عايزة كل الباقي عليك هو انك تسوق لللينك بتاعك ده. عايز بتعرف طريقة كويسة للتسويق شوف الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله والفيديوهات اللي فاتك كلها فيها طرق تسويق قوية جدا 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 جدا. في حاجة كمان ممكن تخش على منتديات منتديات الالعاب منتديات الالعاب كتيرة جدا جدا وناس كتيرة بتدور على حاجات زي كده ممكن تخش وتنشر اللينك بتاعك فيه. بس انا طبعا مش هديك حاجة بعينها عشان مش كل الناس تروح عليها وما فيش حد استفاد خالص. كل واحد ياخد اللينك بتاعه ويسوق في مكان مختلف ويسوق على حسب ابتكاره على حسب بتفكيره. هتلاقي كل الناس ان شاء الله هتكسب وان شاء الله هتكتبوا لي في الكومنتات انكم كسبتوا من الطريقة دي. دي كان كل حاجة في دارس النهاردة. هتمنى اكون افتح كل واحد معلومة صغيرة تنساش طبعا تحط لايك على الفيديو عشان تدعمني وتوصل الفيديو ده لخمسمية لايك في اولة اربعة عشرين ساعة. دي كان كل حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.